اشتركوا في القناة والمعلومات ان هذه الوقائع لم تسفر ولله الحمد عن اي خسائر بشرية تعامل الدفاع المدني مع اكثر من 105 بلاغات مساعدة وانقاذ منذ بداية موجة الامطار القزيرة وتنوعت البلاغات بين سقوط اشجار ولوحات اعلانية ومظلات وسحب مياه الامطار ودخول المياه الى بعض المنازل بالاضافة الى اخماد حريق اندلع بمحول كهربائي باحد المنازل في المنامة والحلولة دون انتشاره والتعامل مع واقعات السقوط سقف معدني لغرفة على سطح احد المنازل في منطقة عالي ولا الله الحمد ما ساعدنا على ذلك بالعمل الاحترافية ان هناك خطة مسبقة من الادارة العامة للدفاع المدني لمواجهة اي طارق مثل الطارق اللي حدث اليوم ابرز البلاغات اللي تلقيناها اليوم هي تجمع مياه الامطار في نفق بوري تم الاستعانة في الفرقة البحرية اللي بدورها يات المواقع واشرفت على سحب المياه من خلال المضخات ايضا تلقينا بلاغ هو سقوط سقف في منزل في منطقة عالي وبعد من ابرز البلاغات كان هناك حريق في منزل بسبب التماس كهربائي من مياه الامطار واخيرا تلقينا العديد من البلاغات لانقاذ ناس محشورين داخل سياراتهم في مختلف مناطق البحرين من مياه الامطار كما بأشرت دوريات النجدة عددا من البلاغات منها سقوط اشجار ومواد اخرى وتعطل اشارات ضوئية وسيارات عالقة بأشرت دارة العمليات حوالي 213 بلاغ لحد الان وعليه تم توجيه الجهات المختصة ومتابعتها الى حين انتهى هذه البلاغات وبأشرت دوريات النجدة عدد من البلاغات واهمها سقوط اشجار في الشارع ازاحتهم من على الطريق كذلك اعمدت انارة وتعطل سيارات بسبب من قمار المياه عليها وننصح جميع المواطنين والمقيمين في حال حدوث هذه التغلبات الجوية مرة ثانية انه يتصون حق مركز تلقي البلاغ 9-9-9 وبنقل بالواجب ان شاء الله ومن جهتها بأشرت الادارة العامة للمرور 34 بلاغا عن تعطل مركبات وحوادث مرورية بسيطة وتعطل بعض الاشارات الضوئية حيث عمل رجال المرور على تغضية مواقعها والتحكم بها يدويا لحين اصلاحها من قبل المختصين وذلك بالتعاون مع مديريات الشرطة بالمحاوضات ودوريات النجدة لتأمين سلامة مستخدمي الطريق كما قامت الدوريات بتنظيم الحركة المرورية في بعض الطرق التي شهدت تجمع مياه الامطار بالاضافة الى تحويل الحركة المرورية في بعضها لحين قيام الجهات المختصة بسحب المياه في اطار التعامل مع تدائيات موجة الامطار الغزيرة تهيب الادارة العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين الكرام بدورة اخذ الحيطة والحذر وقطع التيار الكهربائي عن المنزل ان تتسرب المياه بداخله ومن ثم الاتصال بالدفاع المدني بالاضافة الى تجنب الوقوف بالقرب من اعمدة الانارة والحذر من الاسلاك المكشوفة والابتعاد عن اماكن تجمعات مياه الامطار واتباع ارشادات السلامة العامة الصادرة في هذا الشأن مع تمنياتها بالسلامة للجميع